في المقابل عد صحفيون وإعلميون عراقيون الواقع الصحفي في العراق بأنه لا يزال متدهورا ويمر بأسوأ مراحله حيث تهديدات للكوادر الصحفية والانتهاكات بحقهم في ظل عدم وجود تشريعات كافية تضمن حقوقهم وسلامتهم التحديات المهمة هي أولا كما تعلمون عدم استقلالية القضاء وعدم سيادة القانون وعدم وجود مؤسسات مدنية ناضجة وراشدة في البلد والتحدي الأمني طبعا فوق الجميع نحن نعلم منذ عام 2003 وإلى الآن العشرات من الصحفي العراقيين استشهدوا وتعرضوا للانتهاكات وهناك تحديات أخرى كثيرة طبعا منها عدم وجود منظومة قانونية حديثة صحيح هناك قانون حماية الصحفيين رقم 23 في العراق لحماية الصحفيين ولكن القانون به ثغرات كثيرة لحد الآن لم يتمكن من حماية الصحفيين وضمان حقوقهم العراق يعتبر من البلدان ما بعد الحرب أي لا يزال في نكبة حقيقة حرية الصحافة هذا مصطلح لا ينطبق على الصحفيين في العراق بسبب التهميش بسبب الفساد الموجود بمؤسسات الدولة الميليشيات وتنفذها بالشارع العراقي تعاني الصحافة اليوم من أقصاء واضح في جميع تحركاتها الكثير من القنوات الفضائية لا تستطيعون مؤسسات الإعلامية المختلفة عندما تكون هذه المؤسسات ضد مصالح الأحزاب الموجودة أحزاب السلطة نجد أنه يخرج الكارت الأحمر ضد هذه المؤسسات نتمنى للحكومة العراقية أن تنفذ ما ورد في الدستور العراقي ضمن المادة 38 من الدستور الذي أعطى الحرية للمؤسسات الإعلامية ولغيرها وللجماهير العراقية في التظاهر وغيرها من الأمور الأخرى ترجمة نانسي قنقر